ضمن الحاجات اللي الاهلي كشر فيها ان احمد فتح دلوقتي كابتن بلا صلاحيات ممنوع توجه اللعيبة في الملحب يعني ازاي ممنوع تتكلم مع اللعيبة في قط اللبس ممنوع انك تشخد في حد اطول لرجع او اطلع والكلام الكلام ده مش ليك الكلام ده هيعمله عمر السلية هيعمله ايمن اشرف هيعمله الاحمد الشناوي اللعيبة الكبيرة لكن انت لا ممنوع ليه فسأل احمد فتح سأل ده بقوله سأل فايلر كمان قال له يعني ممنوع يعني انا ما يجب يقولولي كابتن ساعد عبد الحفيز يقول لي او فلان يقول لي او فلان يقول لي انت لابس الشرقة لكن تعلمات نو يعني ايه ازاي دي نعملها ازاي فقال لك هو كده دي تعلمات فايلر فسأل فايلر برضو زي ما جلنا يعني يعني نعملها ازاي دي او دي تحصل ازاي يعني زي انا كابتن قاله انت خلاص انت راح برامدز انت مش معي انت خلاص انت مش معي انت راح برامدز انا عن نفسي عن نفسي يعني اذا كنت هتكلم ككورة وحبعد عن الكواليس وخفايا وفكرة المؤامرة بقول اللي بيتأمر على الاهلي واللي عايز يضعف الاهلي واللي هم متحدين وانا مش يعني دايما بقول انه فليتأمر من يتأمر القوي يستطيع انه هو ايه يعني يكمل يعني يستطيع ان هو يكمل ويبقى ايه مستمر في مشواره ما عندوش اي مشاكل يعني الاهلي اذا كل الناس اجتمعت عشان تقضى عليه لو هو مؤمن اموره من البداية ومجدد ما احمد فتح قبلها بسنة ورمضان الصبح كان بيخلص مع النادي والعركة بنية البيع من قبلها بسنة وكانش الكلام ده كله حصل انه ما خلاص ملناش دعوة يعني فالاهلي بدأ يكشر فاحمد فتح دلوقتي هو ايه اللي علي الدور مع انه انا بالقالي زي ما بقول لكم وبفكر بقى الفكرة الطبيعي ده احمد فتح ده انا عندي افريقيا ده احمد فتح ايه خدوا بالكو احمد فتح ايه بصل الفلوس وده حقه اه ماقدرش يعني ماقدرش بقلومه ده حقه طبعا لكنه برضو ماقدرش ابدا اه او شكك في حبه وعشقه للناد الاهلي يعني 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 وهو حتى هو ماضي في بيرامدز ومن السنة جايبه في بيرامدز او من الدوري الجاي في بيرامدز لكن لا استطيع ولا احد ينكر ولا يمكن حد يشكك في انتماء وحبه للناد الاهلي وانه هيد شهرين دول او شهر اللي باقي ده اللي بتاع افريقيا والدوري والكلام ده بكل ما يمتلك من اصرار وعزيمة بس انت ما تهدوش بقى بالحاجات اللي زي دي انما خلاص اقول لي بيكشر زي بقول لكم على اديابه بامبا كشر يعني عارفين انتم بامبا كشر في الخسار بتظهر شخصية بامبا كشر